يا جماعة هلأ دخلنا بمرحلة الجد هلأ رح نشوف شي من العيار السقيل كل شي مرأ معنا من قبل هذا مزح هلأ الجد هلأ الحكي المزبوط شو معي بالشنطة وقت بروح بصور دريفت أو فور باي فور ليش نحن منحط بهارد كيس لأنه أقل أطعم من هدول حق 2000 منيموم وأنتو طالعين 2000 دولار طبعا زائد أنه الجير كلها بتكون محطوطة بالسيارة والسيارة ممكن تطلع أفرود أو مسافات طويلة فبتضل عم بترجو وتهز فأنا بفضل أنه حطها بهارد كيس زائد أنه ممكن حدا تاني يحط معك غراضه بالسيارة فإذا ما كانت هارد كيس ممكن غراضه يفعصه لك غراضك فمشان ما نطول رح نحكي عن أول لانس معنا هي الخمسمية ميلي فاي اللانس الجديدة بتخيل حقها على ويب سايت نايكون 4500 دولار بتوقع شهرين يعني بتطلبها بدا شهرين لتصلك هاي أول لانس وطبعا إذا نحنا منحط مع هاللانس هود بس لا تشوفوا بيطلع هلا هيك هلا اللي بيعرف بهدول اللانسز بيعرف هي ليش حقها 4500 دولار مع أنه هي F5.6 أول شي متل ما لكم شايفين أنا قدران أحمله بيد وحدة يوجولي بهذا الريتش مستحيل تقدر تحمله بيد وحدة يعني أنا فيني صور فيها هاندهيل طول طول النهار وزنها تقريبا اد السبعين ميتين 2.8 اللانس الثاني اللي رح نحكي عنا محبوبة الجماهير الديناسور هاي ال300 ميلي F2.8 هلا هاي مش اللي جديدة أنا هاي قدرت أحصل عليها من إي باي جبناها من كوريا لحتى وصلت على لبنان ليكم قدي قدة عن جد هي مثل الديناسور وتحمله بيد وحدة بتحس عن جد قدي ايدك من هون عم بتشد ممكن تصور فيها خمس دقايق هاندهيلد مش اكتر مشان هيك خلينا نزيح هاي على جام مشان هيك هاي اللانس فقط بدنا نصور فيها شو منعمل بيكون معنا نحنا المونوبود تبعنا هذا المونوبود تبعنا والمونوبود مربوطة عليه جمبل هيد الجمبل هيد هاد الشايب اللي شايفينه نحنا قدامنا اللانس بتنحط هون بس ارخيه من هون وبس ارخيه من هون بصير انا ماسيك الكاميرا وعم بقدر اتحرك فيها وإلحق السيارات بكل اتجاه هات طبعا هذا الجمبل هيد في منه الالمينيوم وفي منه الكاربون فايبر المونوبود لي معي شوفوا رجله كيف متى تفردها هيك خلاص حطيتها انت على الارض انت صار فيك تصور وتعمل يلي بالدك يا متل ما لنا شايفين هون هلا لحتى اصل على السايت اللي بدي اصور فيه انا فبدي ستراب اكيد الناك ستراب ما رح يشتغل معنا مستحيل تحط هاي اللانس مثل هاي مسلا على راسك فانا اللي عملته شو عملت رح اتجبت الستراب من محلات الصيب ليكوا كيف فيه هيك سسبنشن فهدا بوصله انا على اللانس من الطرفين وبعلقها على كتفي ساعتها صار عن جاد فيني احملها مع هدول التو لانسز الكاميرا اللي باخدها معي هي الدي 500 نايكون دي 500 هي دي اكس بادي وتبحط هاي الكاميرا على الخمسمائة ميلي يعني انا معي 750 ميلي وتبحط هاي الكاميرا على هاي اللانس بيكون معي 300 ضرب واحد ونص فهنا 450 ميلي هلا انا شو بعمل بالعادة انا بعمل انو باخد دي 500 وباخد الكاميرا اللي عم صور فيها هلا دي 850 وحسب الرينج اللي انا بدي اياه ساعتها بركب اللانسز وبركب اللانسز على الكاميرات وما بعود بشيلهم طول فترة الشوت لانو اذا كنا عم نصور فورويل او عم نصور الدريفت كمية الغبرة والاشي اللي رح تطلع بالهواء كتير كتير عالية فانا بفضل ما فك لحتى ما يتغبر السنسر او يتغبر اللانس اكيد دائما 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 بيكون معي انا عدة التنظيف تبعي القطعة اللقماش اللي بتنظف والمنفاخ هلا بحالات الدريفت اول شي بتحط المنفاخ لانو ممكن يكون في شغلات اسية على اللانس فالتنظيف دائما لازم يكون اول شي بالمنفاخ اذا ما مشي يعني اخر ريزورت نحنا نستخدم هاي الاطعام معي اديشن الباتري وحسب انا بكون عرفان حالي قده ممكن نصور فباخد بطارية ثنتين ثلاثة المهم و اديشن المموري كاردز محطوطين بهاي الهارد كيس اللي صغيرة لحتى ما يصلون شي وهي كمان متل ما حكينا هي ووتر بروف هذا كل شي معنا اليوم المرة الجاية ممكن نحكي على شو مناخد معنا وقت منصور دريفت او سبورت ومنكون قريبين ع السيارات فساعتها ما مناخد هدول الاثنين اطوال ومناخد شي اقصر بتمنى يكون الفيديو اعجبكم بليز كليك على سبسكرايب و نوتيفكيشن ليصلكم كل شي جديد منا و الى اللقاء اشتركوا في القناة قطوة شكرا